اشتركوا في القناة الحقيقة النهاردة كان اول اجتماع دي المجلس بعد اعادة تشكيله ويمكن انا حابب ان انا ابدأ بان احنا يعني اعرض اهم الحقيقة التكليفات اللي انا قمت بتكليف السادة زملاء الوزراء بيها في اول اجتماع طبعا امبارح طبعا حضراتكم تبعت وتشرفت بكل تشكيل الوزارة بالتواجد في مجلس النواب والقاء بيان الحكومة وتم تسليم برنامج الحكومة بالفعل للبرلمان علشان هتبدأ ان شاء الله اعتبارا من غدا كل اللجان النوعية في المجلس النواب لمناقشة البرنامج باذن الله الحقيقة طبعا كان وكنت حريص في البداية الاجتماع توجيه الشكر لكل زملائي من اعضاء الحكومة السابقة على الجهد الغير مسبوق اللي اموا به في ظل تحديات كبيرة جدا وانتقلت بعدها طبعا للكلام مع السادة الوزراء لان طبعا عدد كبير من السادة الوزراء الغالبية العظمى من السادة الوزراء الان في المجلس هم جدد ولم يسبق لبعضهم طبعا العمل في العمل الحكومي او العمل في هذه المناصب القيادية كان التأكيد طبعا على مجموعة من السوابت ان احنا كدولة بنشتغل كلنا بفريق واحد والحكومة كلها بتشتغل فريق واحد مع بعضها البعض صحيح كل وزير هو معني بملف خاص به ولكن في النهاية لازم العمل الفريق العمل الجماعي هو ده اللي بيدي التأثير الإيجابي للمواطن على الشارع ان هو بيحصل التنسيقات العرضية ما بين السادة الوزراء وبعضهم البعض لان هو ده الاهم يعني مفيش تقريبا القضايا الرئيسية بتبقى احيانا كثيرة بتبقى مرتبطة بعمل اكثر من وزارة مع بعضها البعض وبالتالي الموضوع مش هو فقط معتمد على عمل الوزير منفرد ولكن على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي زملائه جوه الحكومة وضربت ليهم مثل احيانا ممكن بتبقى بناخد قرار جوه المجلس وبيتوافق عليه والمجلس كله بيحصل عليه موافقة ونفاجأ مثلا بعد عدة شهور ان القرار لم يفعل على الارض بسبب ان موظف او مسؤول في وزارة ما اخد اجراء او قال حاجة معينة ان القرار ده فيه يعني مشكلة في تنفيزه ونفاجأ على الارض ان القرار ما تمش تفعيله النقطة المهمة هنا هو التنسيق العرضي والمستمر وعشان كده دي كانت فلسفة انشاء المجموعات الوزرية اللي اعلنت ان هو ده هيبقى ان شاء الله يعني نطاق عمل او صلب عمل الحكومة في الفترة الجاية ان يبقى فيه مجموعات وزارية متخصصة بيقعد فيها كل الوزراء المعنيين بالملف زي ما قلنا زي ملف التنمية البشرية ملف التنمية الصناعية وبياخدوا القرارات اللي تضمن تنفيز كل التوجهات والاستراتيجيات على الارض بالفعل ومتابعة تنفيزها وده شيء مهم جدا واكدت عليهم ان حتى لو المجموعة الوزرية اجتمعت مثلا يوم الاحد ووجدت انها في احتياج لان يطلع قرار من مجلس الوزراء كله على طول بترفع في نفس الاسبوع توصيات بطلب اتخاذ القرار مجلس الوزراء يوم الاربع يروح واخد القرار علشان نقدر بسرعة نتابع ونفعل اي اجراءات المجموعات الوزرية بتاخدها لو كانت في احتياج للعرض على مجلس الوزراء الحقيقة ايضا اتكلمت معاهم على البرنامج وان احنا البرنامج مصداقية الحكومة وثقة المواطن هتطلع من ان احنا كل ما ان احنا هنلتزم بيجوة البرنامج يكون قادرين على تنفيزه ومتابع تنفيزه على الارض وبالتالي كل وزير هيبقى له في اطار البرنامج المستهدفات الواضحة اللي هيبقى هو ملتزم بيها وحبقى بنتابعه كمجلس وزراء وقاليات كثيرة وضعناها لمتابعة الاداء ده غير ان احنا بنرفع تقاريرنا كل ثلاث شهور او كل ست شهور لمجلس النواب والمكتب في خامة الرئيس علشان نؤكد على حجم ما تم انجازه من البرنامج لكن سيكون هناك متابعة مش عايز اقول اسبوعية متابعة شهرية لما يتم تنفيزه على الارض من برنامج الحكومة علشان زي ما قلنا احنا ما قدمناش رفاهية الوقت عايزين نتحرك بسرعة جدا وعايزين المواطن يلمس في اسرع وقت الانجاز على الارض فيما يخص القضايا اللي بتمس حياته لان يمكن احنا ركزنا جدا في البرنامج على التعامل مع مشاكل المواطنين مع مجموعة من المحاور اللي احنا يمكن حطتها وعرضتها مبارح في البرنامج اربع محاور رئيسية لكن كل محور منهم وده يمكن احنا ما اتكلمتش فيهم في البيان كل محور مترجم لمجموعة من البرامج ومجموعة من المشروعات هيبقى هو اللي من خلالها بنتابع الكلام ده على الارض وبيتنفز ازاي بعض التساؤلات ويمكن على طول تباعت كان بعض الناس بيقوله هو برنامج الحكومة ليه تلات سنين احنا اللي احنا عملناه ان احنا وضعنا رؤية لغاية عشرين تلاتين لكن في ظل الحجم عدم اليقين اللي بقى موجود في العالم النهاردة يعني ما نقدرش النهاردة اضع خطط لمدى زمن بعيد الاوقع والاكثر منطقية في ضوء عدم اليقين وعدم الاستقرار اللي بيحصل وكل يوم فيه جديد ان تقضع خطة على مدى قصير وعشان كده اخترنا نصف يعني نقدر نقول قسمنا الفترة الرئاسية اللي هي ست سنوات لغاية عشرين تلاتين الى نصفين النصف الاولاني اللي هو تلات سنين يكون تركزنا على تنفيذ مشروعات بعينها بتحقق الرؤية كلها ولكن حطين مستهلفات لغاية عشرين تلاتين وده الشيء الطبيعي ان اي حكومة النهاردة لما بتيجي بقت تحط برنامج بتحطه في فترة زمنية ما بين تلات الى اربع سنوات على الاكثر فكانت النقطة ان احنا عايزين نركز اوي اول تلات سنين ببرامج تنفيذية واضحة مستهدفات واضحة تبدأ تتحقق من الشهور الاولى المواطن يلمسها ومداها الزمني زي ما بقول لحضركم تلات سنين ده لا يمنع ان بعد مرور اول سنة او اول 18 شهر وابتدت الرؤية تتضح اكتر ان انا نبدأ نضع خطوات تنفيذية وبرامج تنفيذية لبقية المدة الرئاسية فهي بتبقى لازم الحكومة تضع نصب عينها فترة زمنية محددة نحاول نخلص فيها اكبر حجم من المشروعات اكدت على اللي احنا انبارح تكلمنا عليه اهم مشكلتين المواطن النهاردة نفسه او يشعر ان هو وضعنا ليهم حلول سريعة مشكلة الكهرباء وموضوع ضبط الاسعار ودول اولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها ان احنا نشتغل على هذا الموضوع فانا حبيت ان انا يعني اوضح هذه النقاط وكت بوضحها بصورة واضحة جدا للسادة الوزراء اهم شيء طبعا اكدت عليه ضرورة التواصل المستمر مع كل اطياف الدولة المصرية بدي ان طبعا التواجد واكدت على التواجد مع مجلس النواب الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة وحضور اللجان النوعية من السادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة يبقى فيه تواصل مستمر مع البرلمان بكل بغرفته سواء مجلس النواب طبعا ومجلس الشيوخ ايضا لازم الوزراء بنفسهم يبقوا متواجدين علشان يبقى دايما هذا التواصل موجود وحنبقى بنتابع ايضا الالتزام الوزراء بالتواجد في هذا الموضوع لان ده شيء مهم جدا الشيء الاخر طبعا اللي انا اكدت عليه ضرورة التواصل مع الوسائل الاعلام المختلفة وانه كل وزير يبقى معاه فريق محترف بيبقى بيقدر انه هو يحضر له الملف الاعلامي ويبقى ازاي الرسائل انه هو قادر على ايصال الرسائل المهمة لكل المواطنين وناخد دايما الموضوع بقدر الامكان بصورة استباقية المواطن دايما لما هنبدأ بنشرح له المشاكل والتحديات وبنقول له احنا كدولة بناخد خطوات ايه حيتفهم معانا اي اجراءات الدولة من شأنها انها تاخدها بدل ما بيفاجأ بموقف ويبدأ يبني يعني موقف على هذا الشكل ويبدأ احنا ناخد سيادة ترد فاعل لا يبقى احنا بنبادر بقدر الامكان وبنعرض اي تحديات بصورة منتظمة ويبقى دايما بنحط المواطن وكل وسائل الاعلام معانا في الصورة في هذا الشأن وبالتالي برضو وضعنا معاهم الية علشان نقدر ان احنا نتحرك في هذا الموضوع اكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطني وان الالية لهذا الموضوع هنشتغل عليها ان حنبدأ نعود مع مجلس اماناء الحوار الوطني وحنبدأ ناخد التوصيات اللي كانت خرجت بها المرحلة الاولى ودي كانت مقسمة الى محاور متخصصة وحيبدأ كل الوزير او مجموعة وزراء معنيين بتنفيذ توصيات محور بعينه حيبدأوا يعودوا مع مجلس الاماناء ويترجموا هذه التوصيات الى خطة تنفيذية بتوقيتات محددة وحتبحب نفسي انا شخصيا على هذا الموضوع لشان نتأكد فعلا ان احنا بنضع هذه التوصيات المهمة جدا لان هذه التوصيات خرجت زي ما قلت من اكتر من مجال دي بتمثل اطياف المجتمع المصري كله وبالتالي مش فقط طبعا الحوار الوطني ولكن حنبقى حرصين على التواصل مع كل الاليات اللي هاردة موجودة اللي هي بتمكن الحكومة انها تتواصل مع المواطن ومع كل من يمثل المواطن في خلال الفترة القادمة اهم شيء بالنسبة لنا ان شاء الله هيبقى تنفيذ برنامج الحكومة زي ما قلت وازاي ان احنا نحاول بقدر الامكان من اول فترة ودايما بيتقال وانا قلتها لهم بيبقى دايما بيتقال ان الحكومة بتبدأ تقيم بعد اول يوم باول مئة يوم اول مئة يوم انا قلت لهم لا مش عايزين ننتظر مئة يوم احنا عايزين في خلال اول شهر يبدأ المواطن يلمس حقيقة ان فيه تغيير بيحصل على الارض وان احنا فعلا بنتفاعل بصورة ايجابية وبدأنا فعلا نحل مشاكل كان المواطن بيشكو ان دي عايزها وبيعتبرها اولوية قصوة بالنسبة له دي يمكن كانت اهم الرسائل اللي انا النهاردة نقلتها للسادة الوزراء وزي ما قلت لحضراتكم اهم شيء حنكون تركزنا على تنفيذ البرنامج وضمان يعني لان تنفيذ البرنامج بكل مكان الحقيقة مجتملاته حيبقى دل فعلا بيكسب الحكومة مصدقية الشارع ومواطن بيبدأ فعلا يثق ان ما يتم الوعد بيه وما يتم اعلانه بيتحقق على الارض انا عشان مش عايز اطول واللي همني ان احنا طبعا استمع الى الاسئلة والمحاورات لان دايما زي ما قلت لحضراتكم احنا بنحاول بقدر الامكان من خلال هذا المؤتمر نرد على شواغل الرأي العام اللي بتبقى بتصار على مدار الاسبوع فخلينا ناخد كده سؤال كل مرء من ناحية تفضل هاني نحاس قناة صدر البلد طبعا تواصل مشكور من حضراتك ان احنا نلتقي للنقل التساؤلات المواطن المصري انا سعدني النهاردة للبيان الوزاري الصدر النهاردة من الاجتماع الاول للحكومة بعد التكليف وان هناك دفعة قوية لملفات الصناعة والتعليم والصحة البيان ما كانش فيه قوي رؤية الحكومة ازاي تشتغلها تلات ملفات المهمة دوله لكن لو نظرنا سريعا فاندي بنو منتكلم عن الصناعة الكسرين والالاف المصريين بنتظروا فتح الالاف من المصانع المغلقة ده هيكون قرار مهم جدا للناس منتظرونه كذلك بنتكلم التعليم الكسرين بيسألوا عن استراتيجي التعليم احنا كان عندنا تغييرين خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كان هناك توجه لمحاربة الدروس الخصصية كان هناك توجه اخر لترخيص الدروس الخصصية اعتقد الدروس الخصصية من وجهة نظر المواطن المصري ان اقتصاد موازي بيستهلك داخل الاسر المصرية الحكومة معنية متفاهمين بدفع التنبية وكذلك تخفيف العبء عن المواطن المصري فمحتاجين نسمع وجهة نظر حكومية فيما يخص هذا البلف نقطة اخيرة فانديم بدام تحدثت الحكومة عن الصحة مواطن المصري محتاج كمان يتطمن كانت تدربة بعض الانباء الفترة الاخيرة لأ محتاجين يتطمن ان سيظل علاج المواطن المصري اذا كنا نتكلم عن الفئات اكثر احتياجة سيظل العلاج للجميع شكرا فانديم طيب خلينا نقول لحضراتكم ان ان شاء الله الاسبوع الجاي حيشهد اجتماع اول مجموعتين وزاريتين اللي احنا اعلن عنهم مجموعة خاصة بالتنمية البشرية واللي ملف الصحة والتعليم يعني او يعني في قلبهم وايضا المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ويمكن انا حبقى حريص ان انا احضر الاول اجتماع للمجموعتين بنفسي وابقى موجود معهم وبعد كده هم بينطلقوا ويبقى بتباحهم بصورة دورية ولكن خليني اقول لحضرتك هتكلم بصفة عامة الملفين دول ملف الصحة والتعليم في منتقى الاهمية الدولة احنا عملنا جهد كبير جدا على مدار الاربع او خمس او ست سنوات الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية وده وضعه يعني كان السيد الوزير دكتور طارق شوقي لما تغير الدكتور طارق احنا ما تغيرناش احنا فضلنا على نفس المنهجية الدولة بتندهج توجه معين كان احنا بنتكلم تحديث مناهج لازم يحصل اتعامل هذا التطوير والتحديث كل تركيزنا النهاردة وضع الاليات الكفئة والفعالة لتنفيذه على الارض بطريقة سليمة وعشان كده يمكن ده اللي انا عايز اأكد عليه احنا ما بنعودش نغير مصارات ولكن حتى لو تغير الاشخاص احنا واخدين مصار معين وماشيين عليه اللي بيتغير هو تكتيك بتاع التنفيذ بتاعه بنلاقي ان فيه عرقيل على الارض محتاجين ان احنا نطور نسرع الخطة بالتنفيذ عشان نحقق المستهدف من هذا الموضوع موضوع الصحة وده شيء مهم جدا احنا يهمنا جدا النهاردة نسرع الخطة بصورة كبيرة جدا في وضع منظومة التأمين الصحي الشامل على الارض انها تتنفذ طب احنا نفذنا في عدد من المحافظات النهاردة كنت بتكلم مع سيد طبعا معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة وسكان على ان احنا لازم نعلم بأسرع وقت على المجموعة الجديدة من المحافظات اللي حنبدأ نفعل فيها المنظومة اللي حضرتك يمكن بتشير اليه ما عرفش هل هو النقاش المقصود كان بقانون التزام المرافق العامة بالنسبة لمنشآت الصحية طيب خلينا نتكلم فيه الموضوع ببساطة شديدة وخلينا يعني انا هتكلم بمنتهى الشفافية احنا بنصرف مئات المليارات على تطوير المنشآت صح ولا لا حضركم بتشوفوا بننشئ حجم هائل من المستشفيات ونفس الكلام لمنشآت اخرى تابعة للدولة مشكلتنا الحقيقية كحكومة وعلى فكرة دي مش مشكلة الحكومة المصرية بس مشكلة الحكومات بصفة عامة هو الاستدامة الادارة النكحة للمنشآت دي بعد ما بنكون خلصناها احنا بنحط استثمارات ضخمة بننشئ المباني بنشتري اجهزة بالعملة الصعبة بنحطها وتبقى احدث اجهزة المشكلة بتاعتنا هي الادارة ومنظومة الادارة والتشغيل بعد كده وانك انت تضمن ان بعد اربع خمس سنين لما تروح المستشفى دي تلاقيها بالضبط زي ما كانت يوم الافتتاح وتشوف فيها نفس العدد من الاصطاف وتشوف كفاءة الخدمة انا بقولها لحضرتك احنا كحكومة او الحكومات بصفة عامة مش شرط انها تبقى نكحة في هذا الموضوع فكانت الفكرة كيف نشرك معانا القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المنشآت بما يضمن للدولة اللي انا بقوله استدامة الجودة بتاعت الخدمة في هذه المنشآت الى مالة نهاية طب هل الكلام ده حيجي على حساب المواطن البسيط بالتأكيد لا لان العقود اللي بتتعامل في هذا الموضوع بتنص صراحة على ان المواطن اللي بياخد كان الخدمة سواء بدون مقابل او مقابل رمزي حيفضل ياخدها في هذه المستشفى ده بالعكس ده حيبقى القطاع الخاص بيضمن ودي العقود حتبقى بتتعامل كده وبتتعامل كده ان زي ما بيدخل انا قاسف الغني وبياخد نفس الخدمة المواطن محدود الدخلة حياخد هي هي نفس الخدمة لكن هي تبقى عملية الشراكة في ايه ان بيبقى مقابل ان هو المواطنين يدخلوا وياخدوا هذه الخدمة سواء بدون مقابل او مقابل رمزي بنسمح له هو كمان انه بيبقى فيه علاج للمقادرين ماديا ويقدر ان هو يغطي عائد يضمن ليه حسن تشغيل وادارة المنشأة الالية بتبقى بهذا الشكل وبالتالي كمان عايز اقول احنا بنستهدف من خلال هذا الكلام ان احنا بنجيب يعني مش فقط مشغلين محلين فقط وفيه مشغلين على اعلى مستوى من الكفاءة لكن بجيب اسماء عالمية مستشفيات عالمية في اعلى حتة في العالم حييجوا ويشغلوا معانا هذه المنشآت المنشآت الاسماء دي العالمية كان انا اسف اقول الناس بتسافر وبتدفع مئات الالاف من الدولارات واليورو علشان يروحوا يتعالجوا فيها النهاردة لما بجيبهم هنا جوا مصر وبقى المواطن تاني الفقير زي وزي الغني يقدر انه يتعالج فيها اعتقد ده شيء محدش يختلف فيه ان احنا حنكون بنستهدف هذا الموضوع لضمان استدامة وحسن اداء الخدمة اللي بتقدم للمواطن اللي عايزة اطمنك اكتر بمجرد ما حنقدر نفعل منظومة التأمين الصحي الشامل الموضوع انتهى لان خلاص بقى من حق اي مواطن لما يبقى النهاردة تأمين الصحي الشامل بيغطيه انه يدخل في اي منشآة وياخد فيها العلاق لان في الحالة دي المنظومة هي اللي بتتكفل بتكاليف علاجه لكن احنا بنتكلم على الفترة البينية ما بين النهاردة لغاية لما اضمن ان السبع وعشرين محافظة دخلوا المنظومة فهي دي الفترة اللي بنقول لازم يبقى القطاع الخاص معانا عشان يساعدنا في عملية الادارة والتشغيل فضالي وستاذة هند مالي دولة بئيس الوزراء لو حضرتك تسمح لي في ضوء الشفافية والمصداقية التي اعلنت عنها الحكومة وفي ضوء ما اثير مؤخرا يمكن بعد التشكيل الحكومة الجديدة حول احد الوزراء يعني نقدر نعرف من حضرتك المعايير اللي تم بناء عليها اختيار الوزراء الجدد في الحكومة طيب خلينا نتكلم يعني ازاي بيحصل هذا الموضوع ازاي بيحصل ترشيح للملفات بالتأكيد بيبقى بيشارك فيه كل المؤسسات المعنية في الدولة يعني بيبقى فيه توجه من رئيس الوزراء نفسه المكلف بيبقى احيانا هو بيرشح عدد من الشخصيات اللي هو يعرفهم بحكم تعامله واحتكاكه على مدار هذه الفترة وده اللي بيحصل وفي نفس الوقت بيطلب في ملفات اخرى رأي الجهات اللي موجودة في الدولة وهنا في الحالة دي الجهات بتبقى بتعمل ايه؟ بتجيب تقييمات لمرشحين من كل المجالات وهنا بيبقى بناءا على الرؤية بنبقى عايزينهم سواء من جوة الحكومة نفسها او من خارج الجهاز الحكومي وبالتالي اللي بيتحط قدام رئيس الوزراء المكلف سبقة الخبرة بتاعة المرشحين في كل وزارة احنا بنقراها بنشوف ايه هي سبقة الخبرة بتاعة هذا الموضوع لكن اللي يعنيني النهاردة في الملفات وارجو يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه معيار الكفاءة والقدرة على ادارة ووضع رؤية واضحة جدا للملف اللي هو حيتولى مسؤوليته ودي كانت اهم شيء بالنسبالنا او بالنسبالي انا كرئيس وزراء انا بقعد ابص واستعرض سبقة الخبرة بالتأكيد الشيء المهم للحالة اللي حضرتك بتقولي عليها واثيرت الشهادات من الاول هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة اللي التأكيد اللي انا بأكده لحضرتك لا هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات انما هل هي معتمدة او معترف بيها جوى المجلس الاعلى لجمعات المصري ده قول اخر لكن خلينا ارجع لحاجة اهم هل النهاردة ده بيبقى شيء شرط اساسي ان انا اختار المرشح انه لازم يبقى معاه هذه الشهادات بالتأكيد لا الاهم بالنسبة لنا الاهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول انه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية وعنده شهادة يعني معتمدة او شهادة جامعية او مؤهل عالي فالموضوع ده بيبقى متحقق اي شهادات اخرى ماجستير دكتوراه دبلومات دي بتبقى حاجات كلها بنعتبرها يعني شيء اضافي لكن المعيار ايه وخلينا اتكلم بمنتهى الشفافية المعيار في ظل التحديات اللي بتبقى موجودة في كل مرحلة القدرة على ان الشخص اللي بيتم اختياره ملم بصورة كبيرة جدا بملف اللي هو حيبقى مسؤول عنه وعارف المشاكل والتحديات اللي موجودة فيه عنده رؤية ولا لا لكيفية اقتحام هذه المشاكل والتحديات وان الرؤية دي ما تبقاش رؤية تقليدية وان الاهم تكون عندها بعض يعني الافكار الجديدة وقادر ان هو يتعامل مع الملفات وعنده مستهدفات واضحة بيقول انا هقدر يتحرك في القضية دي بالشكل ده وهعمل دي وهعمل دي وهعمل دي واللي بنان عليها ده بحطه عشان احاسم هذا الوزير لما يتم الاختياره على اساس ان احنا بنتابع بقى اللي هو قاله وهل قدرته على التنفيذ الخبرة العملية شيء مهم جدا الخبرة العملية في الارض شيء مهم جدا 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 لان احيانا بيبقى الاختيار وانا هنا مش باخد برجح اي جانب الجانب الاكاديمي لوحده مش كافي وبرده يعني بيبقى احيانا القطاع الخاص لوحده مش كافي بالعكس انا عايز يبقى عندي احيانا مزيج من الاتنين مع بعض ولكن في احيانا في الظروف بتفرض ان انا عايز حد عنده الرؤية والقدرة انه يتعامل بسرعة ينزل من تاني يوم عارف الملف كويس قوي هيتحرك فيه ازاي هو ده اللي انا كنا في مرحلة دي ويمكن احنا قلناها مبارح احنا حكومة تحديات الحكومة الجديدة حكومة تحديات وبالتالي انا محتاج الوزراء من اول يوم عارف الملف كويس حيبدأ يشتغل حيعرف يتواصل ازاي حيبدأ يحل المشاكل اللي موجودة في الملف بتاعه ازاي المعني بالحضرتك سألتيه مع وزير التربية والتعليم عارف كويس قوي الفجوة مكلمني الفجوة اللي عندنا دي قال لي الموضوع مش موضوع نقص عدد فصول بس انا اقدر احل المشكلة بالطريقة الغير تقليدية واحد اثنين تلات اربعة حعرف ازاي اشغل المدارس القائمة بطريقة معينة هتعامل ازاي مع مشكلة المعلمين هعرف ازاي اتحرك في موضوع المراكز الموازية اللي احنا بنقول عليها اللي بتدي الدروس الخصوصية وضع رؤية كاملة قال لي انا هعرف اتحرك ازاي في هذا الملف قابلنا واحد واثنين وتلاتة واربعة وبالتالي بيبقى التقييم او بنحاول مع كل الملفات ان احنا بنختار الوزراء اللي قادرين ينزلوا بصورة فورية يتعاملوا مع الازمة ويتقى ازاي يتحركوا فيها ويبقى من اول يوم يقدر يدي مردود ايجابي في الشارع هو ده كانت يعني الفلسفة ازاي ان احنا بنحاول نختار مجموعة مع بعضها البعض يتحركوا من اول لحظة لان يمكن انا قلتها ما عندناش رفاهية الوقت ما عندناش رفاهية نقول للناس استنوا علينا قبل ما نفهم الملفات ونجيب حد ممكن يكون يعني اه مؤهلاته كبيرة جدا ولكن في نفس الوقت غير ملم بصورة كافية بالملف فبتبقى هي دي الفلسفة ازاي ان احنا نجيب مجموعة ملمة جدا بالمشاكل عندها رؤية واضحة وعندها خطة تنفيذية نوية تنفيذة عشان تحقق هذا الموضوع ده بصورة مجملة كانت ازاي ان احنا معايير اختيار المجموعة اللي موجودة وده بيبقى اجتهاد الاهم بقى انا عايز اقولها لحضراتكم وانا قلتها في الاجتماع المؤتمر السابق ان التقييم هيبقى بصورة سريعة وحنقيص الاداء وبالتالي لن ننتظر فترة طويلة علشان نقدر نقول ان فلان نجح او فلان مش قادر ان هو يتعامل هيبقى على طول في متابعة وتقييم سريع اللي بحيث ان بيمكننا لو حسينا ان في حد مش قادر على الانجاز لا نقدر نتدخل ونتحرك ونعدل ده اللي انا عايز اقوله عشان نقطة تبقى مهمة جدا لنا كلنا نتفضل محمد عنطر من جارة الشروع متى ستقوم الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول في مصر وكم اجمال القيمة المالية لتلك الشركات خاصة ان الحكومة اعلنت منذ فترة قريبة بانها ستسدد 25% من مستحقات تلك الشركات خلينا اقول لحضرتك احنا بالفعل سددنا عشان ابقى دقيق جدا حسب كل شركة ارقام تراوحة ما بين 20% ل 25% من المتأخرات وتكليف نسدد نسدد دا نسددد احنا 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 حرص الشديد ونسدد منه وطلط منه في خلال الشهر الاول من تكليفه يكون جايلي بخطة كاملة دقيقة مع الشركة الاجانب بجدوالة المستحقات اللي علينا علشان نبقى النهارده ان شاء الله نلتزم بيها في خلال الفترة الجاية باذن الله ناخد من نص سؤال اتفضلوا مأزايد جارت الوطن انت عايز اعرف من حضرتك طابية المهمة الجديدة لرئيس كلب حضرتك بيها كوزير متخصص في شؤون الاصلاح الاداري بجانب طبعا مسؤولية حضرتك كرئيس الوزراء هو طبعا موضوع الاصلاح الاداري هو يعني يمكن اتكلمنا فيه هو موضوع تطوير الاداء الحكومي ازاي الاصراع بموضوع الهيكلة بتاعت الوزرات كلها وده يمكن كان احد الملفات اللي اتكلمت فيها مع السادة الوزراء الاهم هو الاصراع بدخول في منظومة الرقمنة والتحويل الخدمات بقدر الامكان الى خدمات مرقمنة وتحسين الاداء في عملية التواصل ما بين الحكومة والمواطن ده كلها ملفات النهاردة شغالين عليها الاهم هو رفع كمان كفاءة الكوادر البشرية اللي موجودة في الحكومة النهاردة احنا يمكن كنا واخدين نهج معين الفترة اللي فاتت على مدار سنة سنين كتيرة بان احنا قللنا طبعا موضوع التعينات في الحكومة وده بسبب ان كان حجم الجهاز الحكومي في الدولة كلنا عارفين متضخم جدا ففعلا نجحنا في خلال السنوات الماضية ان احنا ننزل بالعدد بتاع الجهاز الحكومي ولكن النهاردة في نفس الوقت ابتدى مقابل هذا الكلام فيه تحديات ان فيه بعض الكوادر المتخصصة تحديدا بقى فيها نقص الكلام ده ازاي نقدر ان احنا نعوضه من خلال الميكانة او الرقمانة وان ازاي يتم اختيار وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة اللي احنا نقدر ندخها في دماء الجهاز الاداري للدولة يعني على سبيل المثال احنا بنتكلم ان احنا ملتزمين ان احنا نعين كل سنة 30 الف معلم طب ازاي ان احنا نضمن ان 30 الف دول لما يدخلوا يدخلوا فين واماكنهم هتبقى فين والاهم هيبقوا ازاي مستوى تدريبهم عشان يؤدوا الخدمة للمواطن لان دول اللي فعلا بيأثروا على مستقبل البلد دي الطفل اللي حيطلع ويقابله معلم مؤهل حيفرق كتير قوي من ان هو يتعلم من معلم غير مدرب وده اللي حيبقى بنتكلم بقى على مستقبل مصر بحقيقة احنا عشان كده يبقى بنتكلم على فكرة الاصلاح الاداري لاستكمال المنظومة اللي الدولة وضعتها ازاي بنعيد وعندنا رؤية يمكن بدأناها بدمج بعض الوزارات مع بعضها البعض استحداث وزارة زي وزارة الاستثمار لكن الاهم وده كان تكليفي للسادة الوزارة جوة كل وزارة ازاي يتم عملية اعادة هيكلة ودمج الهيئات اللي موجودة جوة وكل وزارة مع بعضها البعض كان لدينا دراسة كاملة كان عاملها معانا احد المكاتب العالمية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ازاي نبدأ نفعل هذه الدراسة على الارض الدراسة دي كانت موجودة وفيها شكل واضح لكل وزارة ازاي نبدأ ننفذها على الارض ان شاء الله في خلال الفترة الجاية اه تفضل شكرا دولة الرئيس محمد ابراهيم بيريد دستور اه كنت عايز اسأل سيادتك اذا كنا نعتبر ان الزيادة السكانية المضطردة اه يعني واحدة من التحديات والازمات اللي بتواجه عملات التنمية اللي بتحصل في مصر فهل لدينا خطة او رؤية بدأت تشارع عليها الحكومة لمواجهة هذا الامر سؤال اخير البعض حضرتك تعلم طبيعة الشارع المصري البعض يستغل فكرة انه الحكومة في وقت من الاوقات ضرورة جدا ان هي هترفع اسعار الكهرباء والمحروقات فهل تنوي الحكومة اتخاذ مثل هذا الاجراء قبل نهاية العام الجاري شكرا فان احنا اعلننا عن اعتقد انا قلتها قبل كده ان احنا وقلتها في مؤتمر صحفي حتى قبل ما نشكل الحكومة الجديدة ان احنا لا سبيل قدامنا كدولة عشان اصلح المنظومة الاقتصادية والمنظومة المالية اللي احنا تحملناها على مدار اكتر من سنة ونص ان احنا تدريجيا نبدأ نتحرك في اسعار بعض الخدمات فالكلام ده احنا حنبدأ نحط له الخطة بتاعتنا ولكن الاهم النهاردة بالنسبالي ان انا احل مشكلة الكهرباء اللي موجودة واحل مشكلة بعض الخدمات الاخرى اللي النهاردة المواطن ممكن بيشكو منها لكن خلينا بمنتهى الوضوح احنا لازم حنبقى بنتحرك على مدار سنة ونص بهدوء وبطريقة متدرجة في توقيتات معينة نبدأ نشوف ازاي ان احنا نتحرك في الاسعار علشان اسد الفجوة الكبيرة جدا اللي موجودة خلينا اقولها لحضرتك تكلفة لتر السولار النهاردة على الدولة المصرية عشرين جنيه حضرتك بيتبع بكام بعشر فمش معنى كده ان انا عايز اوصل لعشرين جنيه لكن لازم ابدأ اتحرك بالراحة بحيث في الاخر اقدر كدولة ابقى عندي توازن ابقى عندي قدرة حتى ان انا ما احط دعم يبقى الدعم ده مقبول وقدرين ان احنا نتحمله كدولة هو ده اللي احنا بنتحرك فيه واو حنتحرك فيه في المرحلة القادمة ده شيء ولكن انا ربطه الاول بان المواطن يشعر ان المشاكل اللي هو كان بيشتك منها وعلى رأسها مشكلة الكهرباء تكون اتحلت وده شيء مهم جدا ان احنا نتحرك فيه ده اهم بالنسبة لي النهاردة احل مشاكل هذا الموضوع ولكن معاها مع نفس الوقت انا قلتها في منتهى الشفافية لن تتحمل الدولة مئات المليارات من الدعم اللي النهاردة بقت موجودة احنا تحملناها على مدار سنة ونص وتحملناها على امل ان مع حجم الخضم المعاناة والازمات اللي كانت موجودة كانت كل ما تحصل ازمة بنقول طب نستنى كم شهر على امل ان الازمة تخلص نيجي بعد ثلاث شهور نفاجأ ان الوضع ازداد تعقيدا فنقول طب نستنى تاني ونتحمل شوية كمان فعلى مدار سنة ونص احنا كدولة شلنا عن كاهل المواطن اعباء كبيرة جدا 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 في بعض هذه الخدمات وتحملناها احنا كموازنة وبالتالي احنا النهاردة محتاجين ان احنا بالراحة وبطريقة تدريجية وعلى مدى زمني ليس بالقليل نحاول نعوض جزء من الدعم اللي موجود النهاردة لان الدعم كبير لازم يبقى الدعم بقيمة معقولة الحكومة تقدر تتحملها ونقدر ان احنا نتحرك فيها في هذا المنوال نعم موضوع السكان خلينا يعني حقول لحضرتك يعني احنا قدراتنا كدولة النهاردة دايما يتقال انتوا ليه بتاخدوا الموضوع كنقطة ضعف موضوع زيادة سكانية ده بالعكس ده مفروض يبقى نقطة قوة ده حي ده حي وانا متفق مع هذا الموضوع لكن احنا بيبقى احيانا محتاجين فترة كاي دولة وفي اي تاريخ اي دولة الاول تعالج المشاكل المزمنة اللي عندها وتقدر انها تكون قادرة على تلبية احتياجات الاجيال المستقبلية وده اللي عملته دول كان عندها عدد سكان كبير دول زي الصين دول اخرى انها خدت في مرحلة معينة اجراءات عشان تحكم الزيادة السكانية وبعد ما قدرت انها تتخطأ الازمات والتحديات الاقتصادية رجع التاني وبتقول بالعكس دي قوة كبيرة جدا واحنا اهلنا الكوادر بتاعتنا واقدرنا ان احنا بعد كده نقدر ان احنا يعني ايه بقى حصل الزيادة احنا عندنا هنا في مصر تحدي مهم جدا لازم كلنا كمصريين نبقى اخدين بالنا منه الموارد الطبيعية للدولة المصرية وعلى رأسها قضية الميا قضية الميا يعني لنا ان احنا نتخيل ان نفس كمية الميا اللي بتجي لنا هي سبتة بقالها عشرات السنين من ستين سبعين سنة يعني وقت صورة اتنين وخمسين احنا حنحتفل بعد ايام قليلة بالذكرى الاتنين وسبعين كان عدد سكان مصر اقل من عشرين مليون وكانت نفس كمية الميا موجودة وكمية الميا احنا بنربطها بان الميا طبعا يعني وربنا قالها وخلقنا من الماء كل شيء حي كانت الاراضي الزراعية وبالتالي كان نصيب الفرد من سبعين سنة من الاراضي الزراعية اكبر بكتير فكنا قادرين ان احنا نلبي له يعني الاحتياجات والامن الغذائي والكلام ده كله فبالتالي لانا اتخيل نفس كمية الميا النهاردة بدل ما كانت بنتوزع على عشرين بقت لمية وعشرة ومية وخمستاشر فبقى عندنا تحدي في هذا الموضوع عمالين شغالين على حجم هائل من المشروعات لإعادة تدوير الميا وكلمنا مبارح على الموضوع الامن المائي وازاي تأمين احتياجات مصر من الميا لكن نفكر كده مع بعض طب لو بقى عدد السكان مية وخمسين ومتين مليون هنعمل ايه طيب ايه الحل الحل ان احنا نحتاج فترة زمنية معينة يحصل نوع من التنظيم للزيادة السكانية تمكن الدولة الفجوات اللي موجودة النهاردة تسدها عندي نقص في عدد الفصول اقدر ابني وحل مشكلة عجز الفصول عندي عجز في المنشآت الصحية احلها عندي مشكلة في بعض المشاكل والخدمات الاخرى اقدر احلها لو انا قدرت اقلل الزيادة السكانية في فترة زمنية معينة هروح اقدر احل كل هذه الفجوات بعدها خلاص اكون دولة تمكنت وبقى عندي قدرة ممكن ساعتها يبقى امكانية ان الزيادة الطبيعية بقت قوة بمضافة الاهم التعليم الزيادة اللي بتحصل للمصريين هل اللي بيخرج ده مستوى تعليمه على اعلى مستوى وبالتالي هو اضافة واقدر النهاردة اقول ده انا بقدر اخرجه بره وبيقدر يروح هنا وبيقدر انه هو يشتغل هو جوه البلد بطريقة كفة او فعالة النقط دي كلها عشان كده اللي انا بقوله محتاجين نركز لفترة زمنية معينة كدولة في حل الفجوات الموجودة تحسين جودة الخدمة بحيث في الاخر الشخص اللي بيتولد يبقى بيحصل على افضل خدمة ويقدر بالتالي يبقى قيمة مضافة مش يبقى انه عبق على الدولة الزيادة السكانية لو النهاردة عندي كامكانيات وبنية اساسية وجودة في الخدمات موجودة بالعكس هتبقى قيمة مضافة فهو ده اللي احنا بنقول عليه احنا محتاجين كمصر ناخد فترة نحل هذي الفجوات وبعدها موضوع الزيادة السكانية بتبقى قوة مضافة لأي دولة تفضل غنام اكسترانيوز سوال يا فنم خاص ب مسألة مهمة لم يأتي برنامج الحكومة عليها بالتفصيل هو أتى عليها ولكن نحتاج إلى عمق من حضرتك لتفسيره لملايين من المصريين هو خاص برؤية سيادتك والحكومة حول سياسة الاقتراض الخارجي كيف ترى هذا الأمر وهل هناك رؤية لمعالجة الدين الخارجي عند مرحلة زمنية محددة لأن هذا أمر هاجس كبير يشغل ملايين من المصريين لأنه مرتبط بمستقبلنا جميعا شكرا لحضرتك خليني أقول لحضرتك احنا طبعا لدينا رؤية واضحة جدا وكلمت عليها على السيطرة على الدين الإجمالي للدولة وبيشمل الدين المحلي والدين الخارجي وعايز أقول لحضراتكم الأرقام يعني إذا تبعتوا ويمكن لسه حيعلنها البنك المركزي كان آخر أرقام معلنة كانت ديسمبر 23 الأرقام مارس الدين الخارجي نزل بأرقام كبيرة ورقم كويس وإن شاء الله اللي أنا بقوله إن لما هنخلص أرقام 36 ونعلن عنها المصريين هيشوفوا إن فيه انخفاض كبير جدا للدين الخارجي أنا بأكد لحضرتك وده طبعا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية اللي قامت بيها الدولة الحمد لله الفترة الأخيرة والاستثمارات اللي دخلت جوا الدولة من خلال مجموعة كبيرة من السفقات اللي تمت بنجاح إحنا إن شاء الله عندنا تارجت واضح جدا ومحتوط بالتفصيل في برنامج الحكومة للثلاث سنين الجاي إزاي أنزل بالدين كله على بعضه بشقيه الدين الأجنبي والدجن المحلي السنة الجاي حينزل قد إيه السنة اللي بعدها حينزل قد إيه والسنة اللي بعدها في الثلاث سنين قد إيه وعندنا الرؤية لغاية عشرين تلاتين أيضا حينزل لغاية قد إيه لكن إحنا حنشتغل بخطة تنفيذية واضحة 24-25 حينزل كام ولغاية 26-27 حينزل كام ده اللي أنا عايز أأكد عليه وطمن حضراتكم بهذا الموضوع الشيء المهم جدا إن الغالبية العظمة من هذه الأرقام مش الغالبية العظمة يعني حنتكلم بمنتهى الأمانة كلها راحت سواء في الإحتياجات الأساسية للدولة سواء من الأمح والوقود والمحروقات وأيضا تنفيذ مشروعات الدولة كانت في أشد الإحتياج إليها وهو ده اللي إحنا عملناه كدولة في إطار كانت ظروف خلينا نتكلم هنا بمنتهى الوضوح محدش كان ممكن يستشرف الأزمات العالمية اللي حصلت وبالتالي يعني النهاردة زي ما قلت لحضراتكم ولما اتكلمت وقلت إحنا تحملنا سنة ونص مرضناش إن إحنا نزود أسعار حاجات كثيرة جدا طب هو الحكومة كان بتدبر منين الأرقام دي أنا بسأل حضراتكم كنا بننزل نقتارد ما عشان أدبر إحتياجات الدولة من وقود وما زودتش الأسعار على مدار سنة ونص فزادت الأعباء التمولية علي نفس الكلام فيه السلع الغذائية والسلع الأساسية ما هو ده كان جزء من الموضوع بالإضافة إلى إن الدولة إحنا في مرحلة بناء جماعة الدولة ودايما يمكن كنا بنقولها إحنا بنبني دولة ومحتاجين والدولة دي محتاجة شغل كتير قوي 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 عشان تبقى على المستوى اللائق للمواطن المصري أنا حدي بس حضراتكم يعني حاجة ومش حاش تكلم فيها كتير النهاردة أي مشوار النهاردة بناخده جوه القاهرة بيستغرق وقتا دي مع الحمد لله اللي الدولة نجحت فيه في إنشاء محاور طرق وشاء طرق وده كان ليه تكلفته كبيرة وعمل وسائل النقل الجماعي متر الأنفاء الإطارات وكلام ده كله أعتقد حضراتكم النهاردة في عدد كبير من أسأله هو كان في وقت 2010 و2008 حضركم تتذكروا كان حجم شبكة الشوارع في مصر كانت عاملة زي طيب بعد الثورة كان المشوار الواحد بياخد وقتا دي لو كنت بسأل حضراتكم ساعتين ثلاثة كان عشان أروح مشوار وارجعه أخد ساعتين ثلاثة تانيين هو ده مش تكلفة مش ده كان وقود بيتحرق تلوث بيحصل جوه البلد وقت بيضيع علينا كمصريين أمراض بتحصل لناس أعدة في عربيات سواء بقى أمراض ناقص في جسمانية ونفسية من حجم اللي بيحصل كل ده لي تكلفة وفوفرة حصل للدولة المصرية مقابل هذا الإنفاق إحنا تاني بقولها وبأكد عليها الدولة محتاجة لسه جهد كبير جدا الدولة المصرية عشان نقدر نقول إحنا بننتقل بمستوى الدولة دي فعلا إلى دولة تكون في مصاف الدول المتقدمة الدولة المصرية قادرة إنها تكون كده ولكن لازم نبقى واخدين بأن كل يعني إن أسف تراكمات عقود سابقة محتاجين نحلها بسرعة كبيرة ويريد بنحلها في ظروف طبيعية إحنا بنحلها وعندنا تحديات بتحيط بنا غير مسبوك وبالتالي كان لازم إن إحنا نحاول نتحرك بطورة متوازنة ولكن تانية بأكد الخطة واضحة تماما ومستهدفات واضحة لحل مشكلة الدين وبنتحرك فيها وبنتباحها كلنا وحنبقى بنعلن بصورة دورية مستوى الدين اللي بيحصل قد إيه وخذنا إجراءات تنفيذية في هذا الشهر تفضل لا يعني اللي بعديها ما عليش خلاص اللي بعديها تفضلي مونة عبدالقادر وكالة أنباء الشرق الأوسط برنامج الحكومة البارح عرض اللي حيتم تحقيق تطوير في الأداء الاقتصادي حينعاكس على أزمة الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم فإيه هي الخطة اللي الحكومة وضعها للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم خاصة في ظل وجود أي ظرف طارق خارجي وإزاي حنضمن استدامة الاقتصاد المصري برضو في ظل أي ظرف خارجي طيب يعني أرجو أن السؤال ده يبقى حتى الناس تشعر بمدى عظم التحدي اللي احنا بيواجهنا أن يعني ممكن في أي لحظة يحصل أي شيء خارجي يضيف أعباء إضافية على الدولة ويمكن أنا مبارح اتكلمت في هذا الموضوع يعني وخلينا أقولها يعني إحنا محدش فينا كان أعتقد على الساحة ممكن يعني وحقولها تاني مثلا قبل الأزمة أو الحرب الظلمة اللي موجودة في غزة محدش كان قبلها بإسبوع ممكن يتخيل أن حيحصل حاجة زي كده وحيكون أنها تستمر لفترة طويلة زي كده ويكون تدعيتها السلبية شديدة السلبية على مصر بهذا الشكل ولكن إحنا كحكومة لازم نتعامل مع هذه المستجدات يعني محدش كان ممكن يتخيل التدعيات السلبية على إرادات قناة سويس وتاني أنا بأكد عليها يعني إحنا النهاردة كدولة يعني ما هو اتقالت وحقولها وكررها أنا قلتها ما هو اتقالت ما تاخدوا فلوس الحاجات اللي جات لكو رأس الحكمة والسندوق النقد والبنك الدولي والكلام ده كله وادفعوها بطيب لموضوع الكهرباء وخلصونا لكن إحنا كحكومة النهاردة لازم أحط السيناريوهات اللي حضرتك بتقول لها وأنا حطنها دايماً معنش أنا إسفة أقولها باللفز أنا مش بقول تشاقم أحط السيناريو الأسهم ماذا لو ماذا لو الحرب دي استمرت ماذا لو حصل تصعيد أكبر وابتدت تدخل فيها دول أخرى جوال منطقة طب تداعيات الكلام ده إيه حتبقى على كل حاجة وعلى مواردي من العملة الصعبة وعلى احتياجاتي طب هل ده حيؤدي إلى ارتفاع أسعار سواء وقود على سلع غزائية ولا لا وبالتالي قدر أتحسب وضع الخطوط السيناريوهات للتعامل مع هذا الموضوع ده اللي إحنا عاملين وده اللي أنا بقوله لحضراتكم عشان كده بنبقى لما بنقول حنحط مواردنا بطريقة معينة ودي بالتنسيق طبعا مع البنك المركزي ومع المجموعة الأخصادية يبقى دايما نحط معلش أنا آسف السيناريو الأسهم لأن التجربة علمتنا في الفترة السنتين اللي فاتوا إن لازم نفترض حتى حاجات ممكن كان حد يقول مستحيل إنها تحصل لا ممكن تحصل يبقى لازم إن أنا أتعامل مع هذا الموضوع وقضع السيناريوهات بتاعتي على هذا الشأن فعشان كده زي ما بقول لحضراتك طيب شغلي الشاغل في موضوع التضخم إيه النهاردة إزاي إن أنا وكان دي كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا غير موضوع سعر الدولار كان طبعا إن نتيجة للأزمة بتاعت عدم قدرة القدرة على توفير الدولار مش سعره إن بقت المصانع ما كانتش قادرة تجيبه السلزمات الإنتاج فكانت بتشتغل بـ 25 و 30% فقط من طاقتها النهاردة الحمد لله كل المصانع شغالة بكامل طاقتها وبالتالي أنا بأعمل إيه أنا إن أنا وفرت العرض وإن النهاردة يبقى فيه عرض كبير جدا من كل السلع ده لوحده بيؤدي من غير تدخل بطريقة منع ناقاس بوليسية إن يحصل توازن في السوق لإنه بقى فيه عرض أكبر بكتير جدا من الطلب وبالتالي الشركات تبدأ تتنافس غير على موضوع الجودة على موضوع السعر عشان يقدر يبيع مستلزمات وبالذات في السلع الغذائية اللي معروف إن ليها فترة صلاحية قليلة وبالتالي ما يقدرش إن هو يحتفظ بيها الفترات طويلة هو ده اللي إحنا بنعمله كنا حريصين كل الحرص إن نبدأ أولا إتاحة العرض بأكبر حجم ممكن عشان يبدأ يحصل الاتزام في السوق ويحصل كمان وفرة تمكن إن الأسعار تهدى ولكن معاها قليات الضبط والرقابة وده اللي أنا أكدت عليه مع السادة الوزراء المعنيين زيادة وتجديد الرقابة على الأسواق عشان ما يبقاش فيه أي استغلال لهذا الموضوع سأذنكم ناخد سؤال أخير وبعد كده يعني نقدر إن إحنا إن شاء الله يعني إحنا موجودين مع بعض هنبقى بصورة دايما مصطفى يوسري جارة الفجر هناك نقص كبير في عدد من الأدوية في السوق فإزاي الحكومة هتتعامل مع هذا الموضوع طيب خليني أقول لحضرتك برضو عشان الأمور دي ودي أثير في هذا الموضوع وأنا بشكر حضرتك هذا الموضوع إحنا قطاع الأدوية جزء كبير جدا منه هو شركات الخاصة الدولة أصحيح ليها تواجد من خلال شركات القبضة بعد الشركة القبضة طبعا وبعد الشركات المملكة للدولة ولكن هو الجزء الأكبر من هذا القطاع هو قطاع الخاص المشكلة الحقيقية أن هذا التسعير الأدوية في مصر إحنا عارفين كويس قوي الدولة حريصة جدا 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 على تثبيت سعر الدواء وكنا بنتدخل وبنحط أسعار وتسعيرها للأدوية وعشان كده أكيد حضركم عارفين كويس قوي أن سعر الدواء المصري بيعتبر يعني عايز أقول من أرخص دول العالم فيما يخص سعر الدواء وكنا نتيجة لذلك بنواجه بأعمال تهريب أحيانا للدواء المصري وبنتضبط هذا الكلام ووزارة الداخلية والمؤسسات للدولة نتيجة لأن الناس عارفة أن قيمة الدواء ده بره ممكن يبقى بيتباع مش عايز أقول أبالغ عشرين وثلاثين وخمسين ضعف طيب إحنا كنا قادرين بمنتقى الأمانة بالتنسيق مع شركات الأدوية القطاع الخاص إن إحنا بنصل إلى عملية التوازن لكن في الآخر الدواء اللي بيحكموا إن المادة الخام بتاعة الدواء نفسها اللي بتدخل في صناعة الدواء بيتم استيرادها ومعروف إن في دول محددة بالإسم مش عايز أقول يعني يمكن معروف إن المواد الخام بتاعة اللي بتطلع لكل أدوية العالم أنا مش بكلم فقط على مصر بتطلع من دول معينة أو نتيجة لتوافر هذه الموارد الطبيعية فيها بيتدفع بالدولار طيب إحنا كنا قادرين مع هذه الشركات على أساس إن إحنا كنا بنعمل كنا بنضبر لهم حتى في وقت ما كان فيه سعر موازي لسعر الصرف كنا بنضبر لهم السعر الرسمي للدولار بنديهولهم بالسعر الرسمي في مقابل إن هو بيعمل هذا الكلام طيب النهاردة بعد ما عملنا الإجراء التصحيحي وبقى الحمد لله في سعر واحد للدولار وبيقول السعر ده زاد علي فبقيت النهاردة أنا مضطر إن أنا بستورد المادة الخام السعر زادة فبقى النهاردة أنا بخسر في إنتاج الدواء أنا بخسر فالنهاردة عشان كده إحنا عملنا معاهم وتم الاتفاق عليه إن حيبدأ يحصل تحريك محسوب جداً وبنسب مقبولة للأدوية بتاعتنا طيب الفترة كانت البينية هو غزباً عنه ابتدى يحصل نوع من مش قادر يجيب المادة الخام بالموضوع لإنه حيخسر فابتدى يحصل نقص في عدد من الأدوية تدخلنا بهذا الموضوع هيئة الدواء اتفقت مع كل شركات الأدوية وبقت في خطة موضوعة لتحريك محسوب ومعروف لبعض زي ما بنقول المجموعات الدوائية من هنا لغاية آخر السنة مع كل الشركات عشان تضمن ان نضمن تاني نرجع وما يبقاش فيه أي نقص في الأدوية ان شاء الله في خلال الفترة الجاية اللي بيحصل دلوقتي ان عبالما بتطلع الانتاج والانتاجية بتاعت نوعيات الأدوية بتاخد وقت بسيط ولكن احنا متابعين الموضوع وان شاء الله المشكلة هتخلص في خلال الأسابيع القليلة القادمة آخر سؤال آخر سؤال محمود مطوع موقع صد البلد حضرتك تتركت أمس في خطاب حضرتك أمام البرلمان أن الصناعة الوطنية هي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة معنى ده اللي احنا ممكن نشوف الفترة اللي جاية اللي هو من خلال الثلاث سنين اللي حضرتك عرضتهم في البرنامج لتشغيل مصانع المتعسرة آآ لاستعادة الانتاج المحلي وزيادة والاكتفاء الذاتي من المنتج المحلي وزيادة التصدير خلينا اتكلم يمكن ويمكن ده يبقى يعني موضوع طبعا برضو حي زميلي طبعا سيد الفريق مهندس كامل وزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يتكلم فيه بالتفصيل ولكن خلينا نتكلم بحكم البرنامج احنا عندنا الصناعة بمنتهى الامانة موضوع المصانع المتعسرة ويمكن احنا درسنا الموضوع ده بصورة تفصيلية كبيرة جدا وعايز اقول لحضرتك ان لما درسنا هذا الموضوع بصورة تفصيلية وجدنا المصانع المتعسرة بتنقسم لشكري بعض المصانع كان من البداية دراسات الجدوى اللي هو عملها والدراسات اللي بنان عليها اتخذ قرار انه يعمل المصنع ما كانتش صحيحة فبعد ما هو بدأ وشرع في تنفيذ المشروع فوجي انه هو بيحقق سائر كبيرة جدا ودي ملهاش دعوة خالص بالازمة الاقتصادية انا بس بأكد لحضرتكم ما كانش ليه علاقة بالازمة الاقتصادية هو قرار اتاخذ ما تعملش من القطاع الخاص المشروع بطريقة سليمة نتيجة لدراساته او حتى لما جيه شغله ما شغلوش بطريقة كفأة فتوقف الشق التاني اللي هو فعلا الراجل كان شغال واشتغل ولكن الازمات المتلاحقة اللي حصلت عليه عرقلته دول النهاردة اللي احنا تركزنا الشديد ازاي نتعامل معاه ونرجحهم تاني للعمل وازاي نضع لهم حوافز لان المشكلة حوله حراكة مشكلة ليه معقدة لانه الراجل ده تعثر لانه مثلا كان واخد قروض من البنوك فاصبح النهاردة معرف في البنوك انه هو عميل متعثر فبالتالي ماينفعش انه هو البنوك ترجع تاني تشتغل معاه فنبدأ ان احنا ازاي نتدخل علشان نساعد وندي سماحية وفرصة ان الراجل ده يقدر انه هو يحصل لانه هو بيقول طب انا عشان اشتغل تاني انا محتاج بعض الدعم المالي وياريت يبقى دعمه ميسر لان الفايدة اللي موجودة ما اقدرش خده بالفايدة التجارية فعشان كده كنا عملنا المبادرة ان احنا ازاي الدولة تتحمل جزء كبير من الفايدة للمنشآت الصناعية وحيستفيد منها بالعلى الاخص هذه النوعية من المصانع فهدفنا ان المصنع فعلا اللي هو كان شغيل وتعصر لظروف خارجة عن اراته ارجعه تاني ازاي لكن الاهم بقى المصانع اللي احنا عايزينها جوه البلد احنا حصارنا ويمكن اتكلمنا على هذا الموضوع 152 فرصة استثمارية في قطاع السنوات 152 فرصة دي لو اتوطنت جوه البلد المصرية وابتدت تنتج بالحجم اللي يلبي احتياج مصر حيوفر علينا 25 مليار دولار من فاتورة الاستراد السنوية دول اللي انا بشتغل عليهم عايز ابدأ بيهم مركزين عليهم التلات سنين الجاية ازاي بقدر اكبر عدد ممكن المية اتنين وخمسين فرصة دي وترجموا لمصانع على الارض يبدأوا انتاج يبدأوا يعملولي وفر من العملة الاجنبية مرة اخرى ودي ممكن احنا قلناها وانا قلتها برضو للسادة الوزراء وقلناها في اكتر من مجال وسيادة الرئيس قالها من غير ما نقدر ان احنا نحل مشكلة الفجوة اللي موجودة الدولارية ما بين موارد الدولة واحتياجاتها حنظل عرضة لهذه النوعية من الصدمات حلها الوحيد ان تكون ارادات الدولة المصرية اكبر من استثمارات نفقتها وده مش هيحصل غير من التركيز على القطاعات المختلفة اللي احنا حطناها في البرنامج الحكومة عشان تجيب لنا عملة صعبة على رأسها موضوع السماعة انا بشكر نعم طيب طيب اعمر خليفة جريت الاخبار الوقت يا فنم حضرتك كنت اتكلمت بمنتغة شبافية في موضوع ازمة الكهرباء وحضرتك حددت ان هي هيتم حل الازمة في الاسبوع الثالث من شهر الحالي لكن النهاردة اتفاجئنا ان في مواقع كتير وبعض الصفحات التواصل الاجتماعي نشرة ان فيه قرار صدر من الحكومة بوقف خطة تخفيف الاحمال بداية من اليوم فكنا محتاجين تعليق حضرتك على الموضوع ده طيب يعني هو طبعا احنا ما كناش يعني اه نويين نعلن عن هذا الموضوع ولكن هو اللي حصل ان انا طلبت وكلفت من السادة الوزراء في سبيل ان احنا نصل للمستهدف اللي هو زي ما قلنا الاسبوع الثالث نبدأ نجري تجارب على الارض لو انا وقفت قطع الكهرباء الاحتياجات اليومية الحقيقية والدقيقة للوقوت قد ايه? علشان نبقى احنا مجهزين احنا اعلننا عن شراء شحنات واعلننا وقلنا ان الشحنات دي عشان نعدي بها الصيف وبتبح يوميا مع السادة الوزراء الشحنات بتصل تباعا فاللي طلبتوا منه ان طيب خلينا نجرب ان نشوف اقصى حمل او النهاردة في دوق يوم عادي زي ده حيبقى لو وقفنا تخفيف الاحمال اه حيبقى الاحتياجات انتهى اليوم باستهلاك قد ايه وقوت عشان نقدر يعني فيه تقديرات والارقام قالت هلنا الكهرباء والبترول لكن حبينا نشوفها عالطبيعة عشان نتأكد تأكيد بقى يعني زي ما بنقول يعني تجربة عينية على الارض وتجربة واقعية فعلا حجم الاستهلاك النهاردة قد ايه? عشان يبقى بنيين لما بنقول حنطلع اعتبارا من الاسبوع الثالث ونقول فصل الصيف حنوقف في قطع الكهرباء يبقى بالزبط مؤمنين انا عايز اقول بالطن الاحتياجات بتاعي فهو يمكن كان عشان كده بدأت هذه التجربة النهاردة لكن مش معنى كده ان احنا وقفنا اعتبارا من النهاردة ده اللي انا بأكد عليه لكن النهاردة كانت فعلا تجربة واقعية على الارض عشان نقيز بالزبط احتياجات الدولة ايه? عشان لما ان شاء الله هنطلع من الاسبوع الثالث نبقى مطمئنين ان فترة الصيف حنبقى قادرين على تجاوزها من غير اي مفاجآت ان شاء الله تحصل باذن الله انا بشكر حضراتكم وان شاء الله طبعا حنبقى حارسين على التواصل المستمر من خلال هذه المؤتمرات شكرا تشكريني موسيقى